عاجلا وصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعليات القمة الأمريكية الأفريقية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي أنا يسا مستمر معكم فيه بيان المتحدث الرسمي ولكده هرجع لكم يعني بعض الحديث ليه؟ للاستفادة مش ليه أنا هرجع لكم ليه أكمل لكم ليه مسألة الدمج الاقتصاد الأفريقي جوة الاقتصاد العالمي للاستفادة مما يوفره من فرص ومزايا في تحقيق نمو الاقتصادي ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة يتضمن عدة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين وده لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين وبطبيعة الحال وبالتأكيد على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين فضلا عن واصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كمان من المقرر أنه يعقد فخامة الرئيس السيسي لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين كمان يجتمع فخامة الرئيس على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات التي تشارك في هذه القمة للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية